أصدرت النقابات المهنية والعلمية في سوريا بيانا بتاريخ الأول من شهر أيلول الحالي وذلك بسبب ما أسمته الأخطار المحدقة بالثورة السورية وبعد تلقيها مطالبات من جموع الثوار وعشود المواطنين كما ورد في البيان لأخذ دورها الطبيعي والريادي في قيادة المجتمع وتوجيه فتداعت لعقد اجتماع لوضع الرؤى والتصورات وإيجاد الحلول والآليات للخروج من المأزق الذي تمر به هذه الثورة ولذلك فإنها تؤكد على ضرورة ما يلي وقف كافة أشكال المفاوضات العبثية مع نظام الأسد رفض كافة أشكال الوصاية على الثورة السورية والتأكيد على توازن العلاقة مع الأصدقاء التأكيد على حق التظاهر السلمي اعتبار الشرعية الانتخابية هي شرعية القانونية التي تبنى عليها الدؤل والمؤسسات وتمثيل الشعوب توحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية واحدة ينتج عنها حكومة مركزية ذات صلاحيات كاملة دعم مؤسسة الجيش الوطني وتفعيل مبدأ مركزية القرار وإنهاء حالة الفصائلية إصلاح الائتلاف بكافة مؤسساته بتطبيق الشرعية الانتخابية ونقل مؤسساته الرئيسية للداخل المحرر وفي النهاية أكد البيان أن النقابات منفتحة على كافة المبادرات والرؤى التي تخدم مصلحة الثورة السورية وتساهم في إنهاء معاناة الشعب السوري أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم نتابع في هذه الحلقة من برنامج قضايا الحوار الذي بدأناه في الأسبوع الماضي حول البيان الذي أصدرته النقابات المهانية والعلمية في المناطق المحررة في الأول من شهر عيلول الحالي حول الأحداث التي تمر بها هذه المناطق يسرني أن أرحب وإياكم جديد بضيفي الحلقة الأستاذ المحامي محمود الهادي النجار نقيب المحامي الأحرار في سوريا أهلا وسهلا بكم أستاذ محمود أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى تحية لك وأستاذ المشاهدين حياكم الله أيضا أرحب الأستاذ أحمد باسم نعناع المهندس ونقيب المهندسين السوريين الأحرار أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى أستاذ باسم ورد في البيان أنكم مع توحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية ينتج عنها حكومة مركزية واحدة ذات صلاحيات كاملة على أن يرأس ويدير ويشارك في هذه الحكومة أشخاص قيادين مقيمين مع عائلتهم في المناطق المحررة السؤال كيف تنظرون الآن لواقع المناطق المحررة من حيث التنظيم الإداري؟ حقيقة الواقع المناطق المحررة بشكل عام هو واقع مشتت غير منظم قد يكون منظم بأجزاء محددة أو بكانتونات محددة ولكن ما هو هذا طموحنا نحن كنقابات؟ طموحنا على الأقل في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة أسد وعصاباته أنه يكون إدارة مدنية واحدة ينتج عنها حكومة تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على حريتهم وكرامتهم وفتح العلاقات مع كافة دول العالم مع كافة الجوار العلاقات الحقيقية الصحيحة التي تقوم على الندية والمكافأة بين الجميع لذلك نحن رغبتنا من هذا الواقع المريل اللي عم نعيشه حتى وصلنا في بعض المناطق لدولة القرية أنه لا ننهض بهذا الموضوع منطالب جميع الجهات الموجودة واللي خارجة عن سلطة نظام أسد بأنه يتم التوحد يتم تشكيل إدارة مدنية واحدة قادرة على قيادة المنطقة لأنه عند البنتوج عندنا إدارة موحدة فكل المفاصل اللي موجودة بهالمناطق إن كان مفاصل خدمية أو مجتمعية أو سياسية أو حتى عسكرية رح تتنظم بشكل صحيح ورح نحسن انقود المعركة إن كان معركة السياسية أو المعركة العسكرية ضد نظام أسد هي القيادة الصحيحة ونقدم الخدمات للمواطنين ونقدم لهم الموذج الأحسن للدولة الحقيقية أو للمدينة الحقيقية في هذه المناطق لكن أستاذ أحمد باسم يعني هناك حكومة مؤقتة موجودة في هذه المناطق وهناك أيضا المجالس المحلية كيف تدعون إلى وجود حكومة مركزية أخرى مع وجود الحكومة المؤقتة؟ أستاذ مصطفى إذا أنت بتنتبه نحن لم نوجه خطابنا وبياننا لمنطقة واحدة نحن نوجه الخطاب لكافة المناطق المحررة المناطق الخارجة عن سيطرة أسد نعم ندعوهم وبصوت الثائر وبصوت الأكاديمي وبصوت المتعلم وبصوت ابن الشهيد وابنة الشهيد والثكلة أنه يتم توحيد هذه المناطق بإدارة مدنية حقيقية مرضى عنها أو راضي عنها جموع المواطنين منتخبة قادرة أنه تقدم الحلول وتنشنها من هذا الواقع المرير اللي دعانا لنصدر البيان طيب أريد أن أسمع رأي الأستاذ محمود وأيضا أريد أن أضيف أنتم اشترطتم أن يشارك في هذه الحكومة أشخاص قياديين مقيمون مع عائلاتهم في المناطق المحررة ما هو رأيك في البداية فيما قاله الأستاذ باسم؟ ثم أريد منك تعليق على هذا الشرط أنا أحب أن أضيف لما ذكره زميل الأستاذ أحمد المقصود في الإدارة المدنية هو أن تكون هذه الإدارة غير تابعة لجهات عسكرية وليست إدارة محلية على مستوى قرية أو منطقة وليست منبثقة أو تابعة عن جهات حزبية أو حركات راديكارية فالمقصود الإدارة المدنية هي الإدارة التي تنبثق من الشعب وتتولى شؤونه ويجب أن تكون هذه الإدارة تدير كافة المناطق المحررة من إدلب حتى جرابلوس والمناطق المحررة الأخرى أن تكون حكومة واحدة ذات قرار واحد تستطيع فرض هيبة القانون وأنفاذ أحكام القضاء وفرض هيبة الدولة بشكل كامل والمقصود بأن يدير مفاصلها أشخاص قياديون يعيشون في المناطق المحررة طبعا هذا المبدأ معمول به في كل دول العالم فمن غير المعقول أن يكون المسؤول الوزير أو أي مسؤول تنفيذي يتولى حقيبة وزارية أو عمل إدارة في منطقة معينة ويقيم هو وأسرته خارج حدود هذه المنطقة فما بالك أن يقيم في دولة مجاورة فالمسؤول حتى يكون على تماث مع شعبه يجب أن يعيش بينه ويعيش أماله وأحلامه ويعاني ما يعانيه فالمقصود في هذا المبدأ هو أن يكون المسؤول يعيش بين الناس حتى يكون على تماث مباشر مع قضاياهم ومشاكلهم نعم نعم أستاذ أحمد أيضا ذكرتم في البيان أنكم تدعمون الجيش الوطني السوري وتريدون أن يكون هناك مركزية في القرار وتحاربون الفصائلية كيف تنظرون الآن إلى وقع الجيش الوطني؟ هل يمكن له بوضعه الحالي أن يكون فعلا الحامي للتورة؟ الجيش الوطني كوجود كفاءات وقيادات وتراتبية عسكرية هذا قد يكون موجود ولكن بوجود الفصائلية وبوجود التجاذبات وما يحصل على أرض الواقع نحن نشوف كنقابات أنه ما أخذ دوره الحقيقي اللي لازم يقود فيه العسكر بشكله الصحيح فنحن كنقابات منطالب مؤسسة الجيش الوطني بإعادة الهيكلية الحقيقية وباستلام الضباط الأكاديميين زمام المبادرة والعمل بشكل أو بآخر على توحيد الفصائل تحت الجيش الوطني توحيد حقيقي إن كان عسكريا أو ماليا أو خاطميا انصهار كامل نعم أستاذ محمود يعني الإتلاف هو سؤالنا ما قبل الأخير طلبتهم في البيان بإصلاح الإتلاف وبإدخال مؤسساته الكبرى إلى الداخل السوري الإصلاح يكون عبره كما قلتم أنتم تطبيق الانتخابات هل يمكن أن تفصل لنا أكثر من ذلك حول إصلاح الإتلاف خاصة ونحن نعلم بأنه كان لديكم مبادرة كنقابة للمحامين وأيضا لمجموعة النقابات العلمية والمهنية قدمت إلى الإتلاف لإصلاح نفسه كما قلتم نعم أستاذ مصطفى نحن كلنا يعنى وعلى قناعتهم أن الإتلاف هو مؤسسة تمثل الثورة في المحافظة الدولية ولم نحصل على هذا الاعتراف إلا بعد أن قدم الشعب السوري عشرات الألاف من الضحايا ومئات الألاف من المعتقلين وملايين مهجرين فنحن حرصونا كنقابات على الإتلاف كمؤسسة حرصونا على أن تبقى هذه المؤسسة قائمة ولكن حرصونا أشد على إصلاح هذه المؤسسة لأن الإتلاف يعاني من ضعف شديد من حيث تركيبته من حيث آلية اتخاذ القرار فيه من حيث آلية التمثيل من حيث العمل وضعف أداء هذا الاتلاف في المؤسسات والمحافظة الدولية فنحن كما تفضلت منذ أكثر من سنتين تدعت النقابات والمجالس المحافظات واتحادات وباقي المنظمات المجتمع المدني ووضعنا رؤية لإصلاح الاتلاف تضمنت هذه الرؤية الكثير من المنود وتم مؤخرا في ندوة قطر تكليف لقابة محاميين من قبل هذه الجهات لطرح هذه الرؤية وتم طرحها في ندوة قطر وتقدمت إلى السكرتاريا وحاليا في هذا البيان أيضا نحن نادينا بإصلاح الاتلاف وإعادته إلى حضنة الثورة من خلال إصلاح بنيته هيكليته آلية اتخاذ القرار فيه من حيث إصلاح نظامه الداخلي فنحن كلنا نعلم أن الإصلاحات التي أتى به الاتلاف مؤخرا هي إصلاحات لم تكن وفق أطر قانونية أنتم تطالبون في البيان بتطبيق الشرعية الانتخابية طبعا أنتم تطالبون في البيان بتطبيق الشرعية الانتخابية في الاتلاف كيف يكون ذلك؟ طبعا أستاذ مصطفى نحن كلنا يعلم أن الكثير من شخصيات الاتلاف والأحزاب والكتل الموجودة فيه ليس لها ثقل ووزن شعبي في الداخل محرر ولا تعبر يعني أكثر الكتل لا تعبر عن رأي الشارع فنحن نطالب ولازم نطالب في إجراء انتخابات لتنثيل الشارع وتمثيل المجتمع المحلي في المناطق المخرج انتخابات مباشرة من الشارع انتخابات مباشرة من الشارع وليكن وبالنسبة للكتل والهيئات الممثلة بالاتلاف يجب أن تجري الانتخابات ضمن هذه الكتل والهيئات لإرسال وانتخاب منذ بيها وممثلها لهذا الاتلاف إما أن يتم تعيين عضو الاتلاف إلى ما شاء الله وإلى أبد فهذا غير منطقي وغير مقبول وهذا أدى إلى ترحل الاتلاف وإلى المحاصصة والتكتلات ضمن الاتلاف وأدى إلى عطالة قوية في الاتلاف ولم يعد الاتلاف قادراً أن يعطي ويبسل الشعب السوري أيضاً طالبتم بإعادة المؤسسات الكبرى فلنقول للاتلاف إلى الداخل السوري البحر شيء طبيعي اتلاف قوى السور معارضة من خلال اسمه تجد أنه يجب أن يكون بين الشعب الثائر والمجتمع المعارض للنظام السوري ودرجة العادة في كل ثورات العالم أن تكون مقرات قيادة ثورة بين الشعب بين الناس ولا أن تكون في الخارج يمكن للاتلاف أن ينقل مقراته الرئيسية إلى الداخل ويتواجد بين شعبه وأهله وناسه ويمكن له أن أراد أن يوجد له تمثيل في الخارج أن يوجد ممثليات له في تركيا وفي دول الجوار وفي الدول الإقليمية وفي الدول العالمية نعم وهذا هو السبيل لاستقلال قراره نعم أربع طبع أستاذ أحمد باسم آخر سؤال ماذا لو أن هذه المطالب التي طلبتم فيها في البيان لم يتحقق ماذا أنتم فاعلون أستاذ مصطفى نحن لدينا بعض الأدوات على مستوى النقابات بشكل جماعي لدينا الشارع وتحريك الشارع لدينا الإعلامين الأحرار الذين يتبنون هذه المبادرة ويرفعون صوتها عاليا وقناتكم أكبر مثال على ذلك شكرا لكم فأكيد يوجد لدينا الأدوات لن نفصح عنها في الإعلام ولكن موجودة إن شاء الله أستاذ أحمد أستاذ محمود سنتوقف لفاصل قصير ثم سنعود إليكم من جديد إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود من جديد أعزائي المشاهدين عدنا من جديد أرحب إياكم بضيفي الحلقة الأستاذ محمود الهادي النجار نقيب المحامون الأحرار والأستاذ المهندس أحمد باسم نعناع نقيب المهندسين السوريين الأحرار أستاذ أحمد تتسارع في الفترة الأخيرة محاولات التطبيع مع النظام شاهدنا بعض الدول العربية تهرول من أجل إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية وحضوره مؤتمر القمة العربي في جزائر أخيرا أيضا هناك محاولة حثيثة من النظام من أجل الاستحواذ على أموال إعادة الأعمار ومحاولته الالتفاف على العقوبات عليه يعني أنتم في نقابة المهندسين السوريين الأحرار كيف تتعاطون الآن مع موضوع إعادة الأعمار في المناطق المحرر خاصة وأننا نشهد الآن عمليات واسعة لإنشاء مخيمات في الشمال السوري المحرر وأيضا هناك نسبة كبيرة من أهلنا المهجرين يسكنون في مخيمات أيضا في هذا الشمال شكرا أستاذ مصطفى على هذا السؤال سؤال جدا مهم بس بداية للجزئية الأولى من سؤالك نحن عملنا وبياننا كنقابات وتحريضنا الجهات المعنية على توحيد الصف وإدارة واحدة هذا يعطينا قوة باستدعي أن الدول لا تنظر للنظام أسد أنه هو الجهة الشرعية لا نحن نحصل على الشرعية ومن قوية أكتر أما فيما يخص موضوع إعادة الإعمار هذا ملف كتير كتير مهم ونحن كنقابة المهندسين متحسسين لهذا الملف بشكل كبير ونعرف أنه من أهميته أنه الدول الكبرى الفاعلة بالملف السوري تتقاتل عليه لذلك كنقابة مركزية سيتم إحداث مكتب خاص بإعادة الإعمار هذا المكتب بده يأهل بعض المهندسين أو عدد من المهندسين الرأي والاستشاريين بالإضافة لا استقطاب بعض الشركات الكبرى لتكون شريكة مع نقابة المهندسين بحيث عند البدء الحقيقي في ملف إعادة الإعمار هو بدأ بس ولكن بشكل بسيط أنه نكون نحن جاهزين ونكون كجهة علمية مهنية قادرة على تصويب المخططات التنظيمية وإيجاد المساحات الخضراء والمساحات الإدارية وعدم غيابة في هذا الجناب وبالتالي نكون نحن كجهة ثورية قادرة على المساهمة والريادة في ملف إعادة الإعمار وعدم تركه للأعداء ليكونوا هن المفردين فيه أستاذ أحمد هذا يقودني إلى سؤال حقيقة هناك ثورة بناء في الشمال السوري خاصة في المدينة التي نحن فيها الآن إعزاز ما هو دوركم أنتم في تنظيم المخططات التنظيمية وأيضا إشارة الأبنية وضبط البناء ونسب الإسمنت والحديد نعم حقيقة مجلس محلي إعزاز مشكور يعتبر من أكثر المجلس المحلية في المنطقة تعاونا مع نقابة المهندسين حاليا في الرخص يتم توجيهها لنقابة المهندسين ليتم تدقيق المخططات وتوجيه المهندسين الدارسين لبعض الأخطاء وتصحيحها وقيام ذلك بالإضافة لا موضوع توسعة المدينة وتوسعة المخطط التنظيمي مؤخرا المجلس المحلي في مدينة عزاز طلب من النقابة ترشيح شركات للقيام بعملية المسحة الطوبغرافي ورسم المخططات العمرانية للتوسعة بمساحة 2000 هكتار على محيط مدينة عزاز بالكامل وكان في تعاون كبير ما بين النقابة والمجلس المحلي هل هذا ينطبق على باقي المناطق في الشمال السوري المحرر؟ لا ينطبق بشكل أقل نسبيا في بعض المدن والقرى في بعض التعامل وفي بعض المدن للأسف والمدن الكبيرة نحاول جاهدا إن شاء الله أن النقابة تأخذ دورة في هذه المناطق ولكن حاليا الدور كثير ضعيف أو يكاد يكون معدوم تناصرون قضايا الثورة والشارع في المناطق المحررة كلنا يعلم الوضع الصعب والمأساوي أيضا حقيقة لمعظم سكان المناطق المحررة الذين يرزحون تحت الفقر هناك ما يقال بأن روسيا والصين سوف تعارض تنديد القرار الدولي بإدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود أنتم كنقابات وتجمع للنقابات ماذا ستفعلون في حال كان هناك تصويت بالفيتو طب قرار إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود عبر معبر باب الأهوى استاذ مصطفى نحن كلنا نعلم أن روسيا والصين هما حلفاء للنظام المجرم النظام بشار الأسد الذي فقد شرياته وسقط منذ أول صيحة لأول طفل سوري نادى بحريته منذ أول طلق أطلقها على المتظاهرين منذ أول لحظة أوضع فيها أي شخص سوري ضمن السجود والمتقلل والكل يعلم أن موقف روسيا والصين وإيران هو موقف مؤيد لنظام الإجرام، نظام القتل، نظام بشار الأسد ولكن نحن نعول على دول العالم الحر نعول على الموقف الدولي، موقف مجلس الأمن، موقف أعضاء مجلس الأمن نعول على موقف الدول العربية الصديقة والحليفة للشعب السوري وفي هذه المناسبة نشكر مصر ونشكر السعودية ونشكر دولة قطر حكومة وشعبا على موقف الأخير من منع دعوة النظام بشار الأسد إلى حضور مؤتمر أو قمة جزاء ولكن ماذا ستفعلون قانونيا؟ أيضا لنا حليف قوي أيضا وهو الدولة والحكومة التركية والشعب التركي فهذه الدول لها وزنها في أروقات مجلس الأمن والمحافلة الدولية أكيد هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التوجه الروسي الصيني المجرم أما نحن في الداخل فلدينا الكثير من الأوراق منها الضغط الشعبي، المظاهرات نعد مذكرات ونرسلها للمنظمات الدولية لمجلس الأمن الكثير من الوسائل ممكن أن نلجأ إليها حتى نجبر مجلس الأمن على التمديد لدخول مساعدات لفترة لاحقة لأن في حال لم تدخل هذه المساعدات عدا أن الشعب السوري حاليا يرزح في مناطق المخيمات بألاف المخيمات وعدادها إلي جداً ويعاني من الفقر ومن قلة العمل ومن العطالة من غير معقول أن نسمح لروسيا والصين أن تتحكم بالغذاء الذي يدخل إلى هذه المخيمات وإلى الشعب السوري الذي هو يعاني من أساس من الفقر والأطالة ولكن أستاذي هل يمكنكم أن تتواصلوا مع الحكوم المؤقتة مع المنظمات الموجودة في هذه المناطق أيضاً مع المنظمات الدولية من أجل إيجاد آليات استباقية يمكنها أن تفعل فعلها في حال تم إيقاف وإدخال المساعدات عبر المعابر الدولية عبر معبر باب الهواء التواصلات مستمرة بيننا وبين الحكوم المؤقتة بيننا وبين الإتلاف كافة فعالية السورة نحن دائماً في تواصل موجود التواصل وأيضاً نتواصل مع بعض المنظمات والجهات الدولية لهذا الأمر يعني لجهة هذا الأمر جهود مستمرة ولكن لا نعرف ماذا ستتمخذ عنه المباحثات المستقبلة في هذا الأمر عندما يحصل توجه أن تستطيع روسيا إيقاف هذه المساعدات طبعاً سيكون هناك تحرك على مستوى كافة مؤسسات السورة ومنها النقابات العلمية والمهنية إن شاء الله أشكرك أستاذ محمود الهدي النجار نقيب المحامون الأحرار في سوريا أشكر أستاذ المهندس أحمد باسم نعناع نقيب المهندسين السوريين الأحرار في نهايتي هذا اللقاء شكراً لكم شكراً لسلام حليكم الله الشكر ووصول لكم أعزائي المشاهدين إلى قضية جديدة وحلقة جديدة نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة